طب انت فرائك لو عايزين نبدأ حل لعل لو عايزين نبقى انا دايما اقولي نفسي كده يعني انا جاي ببقى عندي نفس الغضب بتاعك ده في كل حاجة وبعد اقولي نفسي ايه تمتدور على الحتة ايجابية لعل لو عايزين نصح بقاوت يعني ترميها قدام الناس انت تنصح نبدأ منين نروح فين نعمل ايه عشان نشم نفسنا لو خاص لو كل الناس بتدير غلط تعالا نقول بص اقولك على حاجة انا ما بظلمش حد يعني انا كلامي مش موجه حتى لاتحاد الكرة الحالي انا باقي كلمة الكلام ده من سنين بالعكس ده ممكن الناس دي بيتحاول واللي قابلي كان بيحاول بس للاسف كله بيجي بترقمات على حساب الغير وبيجي في الاول في الاخر برضو هتلاقي بيطبق نفس السيستم ونفس السياسي لان هو مش قادر ومعندوش حل الحل ان انت تخط النفسك سيستم سيستمك بقى يبدأ ازاي بقى انت عارف ان ان شاء الله تضغط نفسك الموسم ده كمان يوم مثلا تلاتة عشرين خمسة زي الدول كلها ما بتخلص هخلص الموسم في التوقيت ده وابدأ شغل الطبيعة عادي ان اللعيبة تبدأ يتاخد فترة راحة يبدأ الموسم بتاعك يبدأ من شهر التمانية نحس نفسينا زي الناس الشغالة برة دي انا اقول لك على حاجة والله انا وانا في تركيا كنت ممكن بنزل القارعة كل اسبوع اخلص الموسم بتاعواجي عارف اجازتي عارف ان انا يوم الخميس جواز صفري في ايدي وبنزل سهل انت بدأت من نقطة حلوة اللي كنت بكلم فيها النهاردة المهما تسمع دايما الجملة بتاعت التجربة البلجيكية والتجربة الالمانية وانا احنا انت بقى دخلت قريط شوية في التجربة البلجيكية دي عشان مش عايزها ردتها وخلاص اقول ايه هل عايزين نعمل زي التجربة البلجيكية اه هي التجربة البلجيكية دي ما حنتش ببعارف فهم بدأوا من تحت اوي من تحت الاطفال اللي عندهم 8 سنين بالزبط جابوهم بقى وبدأوا يعلموهم كورة يعلموهم صفات شخصية وصفات مهارية وكنت بقى رأى للرجل اللي هو عمل التطوير في الكورة بشي كده وقالك انه كان بالعوم ازاي الاول خماسي وبقى كالعبهم 8 على 8 وبقى 11 على 11 عشان يقضوا الكورة كتير وكان بالعوم رميات التماثب الرجل يعني في شوية تفاصيل كده في الكورة هم اللي يعني الراجل اللي جي طور ده هو اللي عمل كيفين دي بروين وهازرد بعد كده وبقى انجوم ولوكاكو والناس دي فاحنا لازل نبدأ من تحت اول احنا دايما بنبدأ من فوق ما هي الصح ان اندك تبدأ من تحت اه انا اقول لك حتى في المراحل التعليمية اه والتأسيس بيبدأ من ايه اه طبعا من انت صغير اه على ايامنا عشان احنا تعليم مجاني اتدائية صح صح وده الاساس صح اعداده سنوي لحد ما بتخش الجماعة نفعش تجيه دور الجماعة الاول وانت ينفع تجيب من فوق لتحت لا طبعا يبقى الاساس اللي هو فعلا يبقى انت المفروض تجيب عين كويسة في المكان ده تجيب ناس على قدر كافي وكم من الخبرات عندها انه تقدر تأسس لك طفل يقدر يطور له في مراحل عمره السنية لحد ما يوصل للمرحلة اللي احنا شغالين عليها بقى في الوقت الحال هتلاقي التطور ده ماشي معاك بشكل طبيعي هتلاقي مواهب عندك مين المدربين بقى اللي يشتغلوا مع الاطفال دول كمان يبقوا مؤهلين ولا مش مؤهلين يبقوا لعيبة وخلاص يعني مجرد انهم لعيبة كرة فهم يضربوهم لأ مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة حتى المدرب اللي هينزل يشتغل فيه ناس بتاخد الموضوع بشكل يعني حتة الانا بتبقى علي شوية ازي انا اشتغل في المكان ده مع العلم انت لو عملت حاجة ده انت فعلا بتفيد بتفيد كيان بلد يعني مش طفل مثلا او مجموعة لان ده انت بتفيد بلد على المدى البعيد صحيح هي المشكلة بتبقى عند ناس وفي نفس الوقت ممكن الناس دي ما بتتقدرش بشكل كويس ومش اي حد يجيبه في المكان يعني لا هات عين كويسة حتى فعلا الراجل يقدر يديه مؤهل هو نفسه مؤهل علميا ايوة وبدنيا وحد مارس طبعا مش علمي ايوة لا لاتنين تمام الممارسة يعني هو اللي عارف خباياها زي ما بقوله صح اه العلم ده طبعا كلنا بنقرأ وبنشوف وبنحاول نوصل لأعلى حاجة عشان نقدر نجاري الناس بس اللي مارس ده ده جزئة الوحدة وتانية خالص وده الأهم طبعا انا بقولك ما بالك بقى انت جامع ببليل الاتنين هتبقى تروح في حتة كويسة صحيح انما انا بقولك للأسف احنا ما بننورشها ده احنا بندور بالريح دماغنا